قال الإمام بن أبي العز الحنفي رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإنجاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة وأما لزوم طاعتهم وإنجاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير للسيئات ومضاعفة للأجور فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد والاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير